متتبعي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 51 الطاقة والانتشار الحراري اي نغجي اي ديفيزيون تيرمي ولاحظوا افهموا كانت الام تجفف شعر ابنتي هانها بمجفف الشعر وفجأة انقطع التيار الكهربائي وتوقف المجفف عن العمل التفتت الى امها اي نهى التفتت الى امها قائلة ماذا حدث اجابت الام مجفف الشعر يحتاج الى الطاقة ليشتغل وفي حياتنا اليومية نستعمل اشياء كثيرة تشتغل بالطاقة تساءلت نهى عن اهم مصادر الطاقة اذا كانت الام تجفف شعر ابنتها باستعمال مجفف الشعر وفجأة يعني واحد اللحظة هو يتقطع الضو فتوقف المجفف عن العمل فتساءلت نهى لماذا توقف مجفف الشعر عن العمل فاجابتها الام مجفف الشعر يحتاج الى الطاقة وفي حياتنا اليومية نستعمل اشياء كثيرة تشتغل بالطاقة فانها تساءلت وبغلت تعرف اشنا هي اهم مصادر الطاقة اذا من خلال هذه الصور سنكتب التساؤل اولا ثم سنعطي معد الفراضيات اذا اتساءل وادون في دفتري لانتساءل الذي يمكن ان نطرحه ما هي اهم مصادر الطاقة لان ما هي اهم مصادر الطاقة قبل ان نفتارد سنلاحظ هذه الصور الصور الاولى نعورة هوائية فهي تشتغل ب قوة الرياح الهواء الصورة الثانية نعورة مائية تشتغل بفعل قوة المياه الصورة الثالثة قطار كهربائي يعني هذا القطار اللي هو البوراق فهو يشتغل بالطاقة الكهربائية اما الصورة الرابعة قمر صناعي فهناك اللحظ اشعة الشمس اذا استغلال استغلال اشعة الشمس في انتاج الطاقة اذا سنكتب في الافتراض افترض الاجوبة وادونها في دفتري قلنا ما هي اهم مصادر الطاقة لدينا في الصورة الاولى الريح كذلك المياه الكهرباء الكهرباء والشمس مصادر الطاقة مصادر الطاقة ولاحظ الصور التالية واكتب تحت كل صورة مصدر الطاقة واستعمالاتها اذا في الصورة الاولى سد مائي فمصدر الطاقة الماء او المياه اما استعمالاتها فقلنا يتم استغلال قوة المياه في انتاج الكهرباء اذا انتاج الكهرباء في الصورة الثانية عمود للانارة فمصدر الطاقة هنا فنلاحظ لوحة شمسية اذا المصدر فهو الشمس اما استعمالات فانتاج طاقة الكهربائية من اجل الاضاءة اذا نكتب الاضاءة او الانارة ثم في الصورة الثالثة عمود الانارة كذلك لكن عمود الانارة هنا فيتم استغلال الكهرباء وليس الشمس اذا المصدر هنا الكهرباء اما استعمالات فالانارة كذلك في الصورة الرابعة جهاز تسخين الماء فايضا يتم استغلال الشعة الشمس الشمس هو المصدر في تسخين المياه اما الاستعمالات تسخين الماء في الصورة الخامسة مركب شراعي اذا هذا المركب الشراعي يتحرك بفعل قوة الرياح اذا المصدر هنا مصدر الطاقة الريح طاقة ريحية اما استعمال تحريك المركب الشراعي تحريك تحريك المركب الشراعي نمر الى الصفحة 52 اطبقوا اقوموا اولا اربطوا بسهم باللون الاحمر الاجهزة باستعمالاتها سنصل بخط احمر الاجهزة بالاستعمال الدي ثم بسهم باللون الاخضر الاستعمالات بمصادر الطاقة المستخدمة احتمالات عديدة ممكنة وباللون الاخضر الاستعمالات بمصادر الطاقة المستخدمة يعني المصدر دي الطاقة المستخدم نبدأ بالمصباح الجهاز المستعمل هو المصباح استعمالات فنستعمل المصباح للإضاءة ثم مركب شراعي فالمركب الشراعي يتحرك يعني يتنقل بالتالي للتنقل القطار القطار كذلك للتنقل السيارة أيضا للتنقل الحاسوب فالحاسوب نستعمله للإشتغال نشتغل به أما الفرن فالفرن الكهربائي فاستعملته استعمله للطبخ القمر الإصطناعي أو القمر الصناعي أو الساطل الفضائي فهو جهاز من صنع البشر يدور في فلك في الفضاء الخارجي حول الأرض أو حول كوكب آخر وهو يقوم بأعمال عديدة مثل اتصالات والفحص والكشف والاستخبارات العسكرية والبحث العلمي دراسة الفضاء ومراقبة الأرض وتحولاتها هذه الاستعمالات القمر الإصطناعي فكلاحظوه ما عندنا شيء استعمال من بين هذه الاستعمالات فعندنا الطبخ فلا نستعمله القمر الإصطناعي في الطبخ تدفئة كذلك لا نستعمله في تدفئة للتنقل لا نستعمله للتنقل فنستعمله القطار السيارة ووسائل أخرى للاشتغال إذن للاشتغال يمكن للاشتغال على هذه المواضيع على الفحص على الكشف على البحث العلمي على مراقبة الأرض على دراسة الفضاء وكذلك تحولاته أما للإضاءة فلنستعمله للإضاءة إذن كما قلنا في الاستعمالات للقمر الإصطناعي الفحص الكشف الاستخبارات العسكرية لبحث العلمي دراسة الفضاء مراقبة الأرض وتحولتها قلنا نشتغل على هذه المواضيع من غير هذا فالطبخ تدفئة تنقل إضاءة لا نستعمله القمر الإصطناعي فهذا الاستعمالات نريد أن نمشي لمصادر الطاقة عندنا الرياح الكهرباء الشمس فيمكن استغلال الرياح في إنتاج الطاقة الكهربائي وبالتالي الإضاءة إذن إنتاج الطاقة الكهربائي وبالتالي الإضاءة الكهرباء يمكن كذلك استغلاله في الإضاءة أيضا للتدفئة لشفو إلكتريك سخال الكهربائي يمكن كذلك استغلال الكهرباء في الطبخ الفرن الكهربائي وكذلك للتنقل فهناك سيارات صديقة للبيئة سيارات كهربائية ذلك للتنقل الشمس يمكن أيضا استغلال أشعة الشمس للإضاءة يعني لإنتاج الطاقة الكهربائية ومن تم الإضاءة كذلك للتدفئة أيضا للتنقل فهناك كذلك سيارات تستغل الألواح الألواح الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية يوم تم فهي تتحرك la question 2 جميه دون شك فراز وفو وضعه أمام كل جملة صحيح أو خطأ لنجد صولير تستغل الألواح الشمسية لتشاهد الطاقة الشمسية تستغل فقط من أجل تستغل الألواح الشمسية لكن نستغلها فقط في تسخين المياه في الطاقة الشمسية تستغل كذلك في إنتاج الطاقة الكهربائية دونك فو لنجد صحيح في طاقة الشمسية في طاقة المروحات الهوائية فيمكن ذلك لأن القوة للرياح تستعملها في إنتاج الطاقة الكهربائية ويمكن استغلال هذه الطاقة في طاقة المروحات الهوائية إذن ممكن دونك Vري دون les barrages les coulments de l'eau يتسploités pour produire de l'énergie تارمية إذن في السدود تدفق ديال المياه أو لديال الماء يستغل ل في إنتاج الطاقة الحرارية فالقوة ديال المياه والقوة ديال تدفق الماء فيتم استغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية وليس الحرارية نكفو وبهذا النهي تمرين صفحة 52 ونمر إلى الملخص مكتسبات الجديدة فتعتبر الشمس وحركة الرياح وحركة المياه والكهرباء من أهم مصادر الطاقة حيث تزودنا بالطاقة الضرورية للتسخين والإضاءة وتشغيل الآلات الإلكترونية حاسوب هاتف طابعة والكهر منزلية ثلاجة آلة تصوير وبهذا تقوم الطاقة بضور مهم في تيسير حياتنا اليومية معجم المصطلحة طاقة إنيرجي إلكتريك كهربائية مائية إضغوليك ريحية إوليان شمسية صولير نلتقي في الدرس المقبل إلى اللقاء